موسيقى الاخبار المحلية من قناة عدن الفضائي أهلا بكم التقى محافظ محافظة أبيان لواروكنا أبو بكر حسين سالم ومعه أمين عام المجلس المحلي مهدي الحامد بمدير برنامج الغذاء العالمي نور الدين طاهر وعدد من ممثلي المنظمة جرى خلال اللقاء استعراض نشاط منظمة كيرفي تنفيذ توزيع السلال الغذائية المقدمة من قبل منظمة الغذاء العالمي للمستهدفين بالمحافظة والإجراءات التي سيتم اتباعها خلال عملية صرف المعونات الغذائية المرحلة الثالثة وما سيصاحبها من عملية تقييم للحالات المستفيدة بالتنسيق مع مدراء عموم المديريات حيث أوضح مدير الغذاء العالمي أنه سيكون هناك إعادة لترتيب وضع صرف المعونات خلال المرحلة الرابعة وفق الدعم المقدم من المانح حيث سيحدد الاستهداف للحالات المستحقة والأشد احتياجا وأكد محافظة المحافظة على أن السلطات المحلية بالمديريات ممثلة بمدراء عمومهم المسؤولين عن تقييم أوضاع المستهدفين وتحديد الحالات الأشد احتياجا والاعتماد عليهم في مراجعة كشوفات المستفيدين كما تم التطرق إلى مناقشة التداخلات المنفذة من قبل المنظمة في قطاع زراعة وتنفيذها لعدد من اليبيونات الخاصة في وادي أحور حيث عبر المحافظ عن شكره للمنظمة لما تقدمه من تداخلات إنسانية وخدمية بكافة القطاعات مطالبا المنظمة بالتدخل في إعادة تأهيل القطاع الزراعي بالمحافظة بعد الأضرار التي لحقت به من جراء جراء ناسيول وتأثيرات المتغيرات المناخية من خلال تنفيذ جابيونات وتوفير آليات تساعد في إعادة تأهيل المنشآت في أبيان أيضا قام محافظة المحافظة لواروك نبو بكر حسين سالم ومعه من عام المجلس المحلي مهد الحامد بزيارة للكابتن والإعلامي المعروف حسام الحيدري للإطمئنان على صحته عقب إجرائه عملية جراحية في العمود الفقري بسبب الحادث المروري الذي تعرض له قبل أسبوعين وأكد الآخر المحافظ بأنه يولي اهتماما بصحة الكابتن حسام باعتباره أحد الكوادر النشيطة بمحافظة أبيان في الجانبين الرياضي والإعلامي وأنه لن يتركه يواجه المعاناة والألم بمفرده وسيقدم كل عون ممكن من جانبه ثمن الكابتن حسام زيارة واهتمام السلطة المحلية بالمحافظة حيث عرف عنها دعم المبدعين والإعلاميين والكوادر والوقوف إلى جانبهم وجه محافظ محافظة شبو عوض بالوزير بتوفير المحالي للمخبر المركزي في المركز الوطني لعلاج الأوران بالمحافظة وبما يغطي احتياجاته منها لستة أشهر وشدد خلال لقائه بنائم مدير المركز الدكتور علي باهاول على ضرورة إنجاز التصميم الهندسي لمشروع المركز الجديد كاشفا عن الجهة التي ستتولى عملية تمويل إنشائه بأرقى المواصفات الطبية وأوضح المحافظ عن قلقه من تزايد عدد الإصابات بالأورام بالمحافظة مواجها بضرورة دراسة معرفة أسبابها بطريق علمية صرفة وأناقش اللقاء مختلف أوضاع المركز الذي يقدم خدمات العلاج والمعاينة والاستشار لحوالي 2568 حالة مرضية بمختلف أنواع الأورام منها 189 حالة جديدة يرى تسجيلها من بداية العام وحتى شهر أغسطس الماضي نقش محافظ محافظة حضر موت مبقود مبارك بماضي ومعه وكيل محافظة حضر موت حسن الجيلاني ومدير عام هيئة حماية البيئة بساحل حضر موت المهندس نجوى بن زيدان نقش بالمكلة آلية تنفيذ البرامج الخاصة بالمحافظة والحفاظ على البيئة والمقومات الطبيعية وحمايتها وتنمية مصادر تنوعها الحيوي وثمن اللقاء موافقة مجلس الوزراء على قرار إنشاء وإدارة الأرض الرطبة خور أنبيخة بمدينة المكلة محمية طبيعية ومناقشة سبل حماية التنوع الحيوي فيها وتوفير إدارة سليمة للموارد الطبيعية وحماية الأحياء المهددة والنادرة من النباتات وطيور وتحقيق الالتزامات تجاه الاتفاقية الدولية للأراضي الرطبة حيث أن منطقة خور أنبيخة تمثل متحفا حيا للأنظمة البيئية للأراضي الرطبة كما جرى بحث آليات تقييم الأثر البيئي لمشروعات التنمية الجارية في عموم مديريات المحافظة في حضر موت أيضا أكد محافظة المحافظة أهمية دعم الشباب لمساعدتهم في بناء مستقبلهم وإنشاء مشاريع تخدم المجتمع واستمع المحافظة من المدير التنفيذي لصندوق دعم الشباب رشاب هامل إلى تقرير عام حول نشاط الصندوق وجهود تنظيم جوانب الدعم لفئتي الشباب وتدشين عملية الدعم للمسجلين المؤتمدين منهم وشدد المحافظ على أهمية فتح مجالات شراكة وتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات المانحة لتعزيز عمل الصندوق وأتنوع مصادر الدعم بما يعود بالنفع على الشباب شدد محافظ تعز نبيل شمسان على ضرورة التصدي لمخططات الميليشيات الحوثية الإنقلابية من خلال تعزيز الهوية الوطنية والوعي الجمهوري في أوساط مختلف شرائح المجتمع وبخاصة أوساط الناشئ والشباب وخلال لقائه المكونات السياسية والثقافية والمجتمعية وبحضور قائد المحور اللواء خالد فاضل ومدراء الإدارات والمكاتب التنفيذية أكد المحافظة أن الميليشيات الإنقلابية لا تستهدف فكر وعقيدة تاليمنيين فحسب بل تدمر النسيج الوطني وتعيد العبودية والفرقة والتخلف والأمية مشددا على أهمية بلورة خطط وبرامج وأنشطة لجنة تعزيز الثقافة الوطنية والوعي الجمهوري من خلال تعرية أهداف الميليشيات الحوثية التي تستهدف العقيدة بالدرجة الأولى وفي ختام اللقاء أقر محافظ شمسان أقر الرؤية المقدمة من اللجنة واعتمادها للعمل عليها تشأن الأمين العام لمجلس المحلي مهدي محمد الحامد الدورة التدريبية التي نظمها مكتب الإعلام والجهاز المركزي للإحصاء بمحافظة أبيان تحت شعار الحد من مخاطر الكوارث والإنزار المبكر وخلال التدشين في الدورة التي يشرك فيها 14 متدربة أكد الأمين العام للمجلس المحلي مهدي محمد الحامد أكد على أهمية الدورة لبناء قدرات ومهارات موظفي الجهاز المركزي للإحصاء في مخاطر الكوارث والإنزار المبكر مؤشدا بجهود الجهات المنظمة للدورة في تأهيل وتدريب الجهات الرسمية والمجتمع المدني واكتسابهم المهارات في هذا المجال مؤكدا دعم جهود الجهاز المركزي بمحافظة أبيان وتدليل كافة الصعاب التي تواجه من جانبه ألقى الدكتور ياسر بعزب مدير عمل الإعلام مدرب الدورة وأوداد عمر مدير الجهاز المركزي للإحصاء ألقوا كلمتان عبر خلالها عن أهمية أهداف الدورة والتي تأتي في إطار عقد الشراكة وتعزيز العمل المشترك شاكرين تفاعل قيادة السلطة المحلية في المحافظة ممثلة بمحافظة المحافظة لواء أبو بكر حسين سالم والأمين العام للمجلس المحلي مهدي محمد الحامد مع برنامج الدورة التي تستمر لمدة يومين تلقى خلالها المشاركين في مجال الحد من مخاطر الكوارث والإنذار المبكر التقى رئيس جامعة عدن دكتور الخضر ناصر الأسوار ومدير البرنامج الإقليمي لهئة الأمم المتحدة للمرأة دين زوربا وذلك البحث مجالات التعاون المشترك بين الجامعة والبرنامج وسبل تطويرها وتعزيزها وأكد الأخ رئيس جامعة عدن حرص الجامعة على إنجاح برامج الشراكة الفعلية مع منظمات المجتمع المدني وأن الجامعة تجاهز بكل كوادرها وإمكاناتها لتحمل هذه المسؤولية فيما ثمنت دين زوربا مدير البرنامج الإقليمي لهئة الأمم المتحدة للمرأة ثمنت جهود رئيس الجامعة وتدليلها لكل الصعاة في سبيل التنسيق بين الجانبين وتوسيع مجالات التعاون المشترك وفي سياق منفصل بحث الآخر يسجمعت عدن مع مسؤولة قسم تغير السلوك المجتمعي بليونس في مكتب عدن أنصار رشيد بحث مجالات التعاون المشترك بين الجانبين وسبول تفعيلها وتطويرها بما يخدم العملية التعليمية والدورة المجتمعي للجامعة وأشهد رئيس الجامعة بالمهام الكبيرة التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني ودورها الفاعل لمساعدة الشباب اليمني من جهته ثمن وفد منظمات اليونس في مكتب عدن بيهود رئاسة الجامعة وتدليلها لكل الصعابة في سبيل التنسيق بين الجانبين وتوسيع مجالات التعاون مؤكدين استعدادهم لتوسيع العلاقات مع جامعة تعادن وتقديم كافة تسهيلات الممكنة لخلق شراكة تعزز القدرات والمهارات ترأس وكي الوزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية لواروكن عبد الماجد برك العامري في العاصمة المؤقتة عدن ترأس اجتماعا موسعا بقيادة تم مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني لإطلاع على مستوى سير العمل في المصلحة وأفروعها في مختلف المحافظات المهررة ووقف الاجتماع الذي حضره رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني لواء سند جميل محمد ووكيل مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني لواء الدكتور محمد عيدروس بحارون ومدرع أموم الإدارات العامة بالمصلحة أمام توجيهات معالي وزير الداخلية بتشكيل لجنة للنزول الميداني إلى مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني لتقييم الأداء وسير العمل والانضباط الوظيفي ومراجعة الأمور المالية والفنية المتعلقة بعمل المصلحة ومراجعة السجل المدني وآلية العمل المتبعة والجوانب القانونية والرفع بها لمعالي الوزير لاتخاذ ما يلزم وفي الاجتماع عشد العامري بالجهود المبدولة من جانب قيادة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني ومدراء هموم الإدارات بالمصلحة ومدراء الإدارات والمراكز بالمحافظات والمديريات خلال العام الحالي 2024 حاثا إياهم على بذل المزيد من الجهود لتحسين العمل في ظل الإمكانات المتاحة أمامها وتقديم المزيد من تسهيلات للمواطنين وتدليل معاملاتهم وإنجازها في أسرع وقت ممكن من جانبه استرد رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني لواسند يميل محمد استرد الأوضاع العامة وآلية سير العمل ومقدما حزم من المقترحات والمعالجات للصعوبات التي تواجه سير العمل مؤكدا الحرص على الارتقاء بالعمل وخدمة المواطنين وتحقيق المزيد من الإنجازات افتتح مدير مكتب التربية بمدرية القطن في محافظة حضر موت أنور بن حريز افتتح مشروع تركيب طاقة شمسية بمدرسته بن هامل وخولة بالعقاد بتمويل من فاعلية الخير مثمنا دعم رجال الأعمال وأهل الخير واللجنة الشبابية للمشروع الذي يحسن العملية التعليمية ويوفر بيئة ملائمة للطلاب وخلال الافتتاح شاد مدير مدرسة خولة للبنات فضل الأجرب بكافة الجهود التي بذلت من أجل تحقيق هذا المشروع للمدرسة الذي يعزز من تطوير البنية التحتية للتعليم تسلم مكتب وزارة التعليم الفني وتدريب ودي حضر موت والصحراء أجهزة ومعدات طبية مقدمة من مركز الملك سلمان للغاية والأعمال الإنسانية ضمن مشروع تدريب المهني ودعم مهارات الأعمال المنفذ بالشراكة مع برنامج المتحدة الإنمائية ووكالة تنمية الملشآت الصغيرة والأصغر وتعرف وكيل حضر موت المساعد لشؤون المديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي ومعه مدير مكتب التعليم الفني وتدريب المهني محبوب أمان ومدير الوحدة التنسيقية بمركز الملك سلمان بحضر موت عبدالعزيز فوزير على مكونات المشروع وطريقة عمل لمنظومة وسعتها وطاقتها التشغيلية والمواصفات الفنية وعبر الوكيل التميمي عن شكره وتقديره لمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا لتدخلاتهم المستمرة في كثير من القطاعات لافتن إلى أهمية المشروع في تمكين الشباب وتعزيز الأبحاث والدراسات في مجال الطاقة المتجددة دشنا في مدينتي الشحر غير بوزير بمحافظة حضر موت توزيع الحقيبة والوزي المدرسي للطلاب المستفيدين من مشروع رعاية الأيتام والمقدم من مركز الملك سلمان للغاثة والأعمال الإنسانية عبر الشرك المنافذ الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام إنسان وبالتعاون مع اتلاف الخير لغاثة والأعمال الإنسانية وخلال تدخينة أكد مدير وحدة تنسيق أعمال مركز الملك سلمان بمحافظة حضر موت عبدالعزيز بوزير أن النشاط يأتي كيزء من اليهود المستمرة لتحسين المستوى التعليمي للأيتام المستهدفين بساحل وادي حضر موت ودعمهم في مواصلة دراستهم بتفوق واستمرارية يعكس اهتماما وبتوفير فرص تعليم متكافئة لهم وبما يقلل من الفوارق الاجتماعية من جانبهم حث أمين عام مديرية الشهر مصبح البحسني ومدير مكتب التربية بالشهر ثقاف الهدار ومدير مكتب التربية بمديرية غير بوزير عبدالعزيز عمر الجميع الطلاب والطالبات المستهدفين من المشروع على بدل المزيد من اليهود والمثابرة خلال العام الدراسي وصلنا لنهاية الأخبار المحلية قدمناها لكم القناة عدد الفضائية في أمان اشتركوا في القناة